مرحبا كيف حالكم ان شاء الله تكونوا بخير بهذا الشابتر اللي هو خامس شابتر بمادة الصوتكس 1 رح نحكي عن الصوتكس طبعا من هذا الشابتر للآخر رح تغيروا فكرتكم عن الصوتكس رح تبطل عبارة عن تحليلية والمادة كتير حلمة وممتعة ويعني فعليا احنا بندرس هنا فارما صوتكس عن جد فبهذا البارت ان شاء الله رح نحكي عن الصوتكس بشكل عام وكيف بتتأثر اللي هو دخل معانا بالانتحان السكند بس رح يدخل برضو بالفاينل وعليه ثلاث علامات وبردو رح نحكي عن الغازز ان ديكويدز بالسطوليابلتي تبعتهم وبردو رح نحكي عن الليكويد ان ديكويدز طبعا ما رح نخلص الشابتر كامل بس يعني رح نمشي تقريبا بنص الشابتر بالبداية احنا بنحكي عن السطوليابلتي رح تكون عبارة عن اشي كوانتيتاتف وكواليتاتف كيف يعني؟ لما بنحكي احنا عن كوانتيتاتف معناتو احنا بنحكي عن كميات معناتو الكنسنتريشن للسوليوت اللي انا بجيبه بحطه جوه السولفنت انه يكون بساتوريتد سوليوشن ات ادفن التمبراتشر لما يكون عنا ساتوريتد لحد المعين على درجة حرارة معينة انا بحكي انه هذا الاشي سوليابل فمعناتو بما انه دا بوصل للساتوريشن فهاي من طريقة الخلال الكميه ان انا بعبر عن السوليابلتي بالكنسنتريشن للسوليوت اللي بوصله للساتوريشن بالكواليتاتف انا بحكي عن نوعية كيف يعني اشي نوعي يعني انا بحكي عن سبنتانيو اسنتراكشن افتو ارمور سبستانس توفورم اهومجينس موليكي ديس بيرشن اهم شي هنا اهم شي عندي انا بحكي عن انه هومجينس يكون في عندي انا ون فيز بيكونوا هدو دا المادتين اللي هم السولفنت والسوليوت يكونوا مسبل مع بعض يعني انا عندي ون فيز فانا بعرف من هذا الحكي انه انا في عندي اه مادة تكون سوليبل بالمادة الثانية انا خلصتهم مع بعض طيب اه حكينا هون عن اشي اسمه ساتشورييتات سوليوشن شو يعني ساتشوريشن ساتشورييتات سوليوشن اللي هو المحلول المشبع بس هو عبارة عن السوليوشن اللي هي بتكون عندي عبارة عن السوليوشن بيكونوا عنا بحالة اتزان بوصلوا ايش باع يعني يوصل عنا للمكسيمم كونسنتريشن اللي بقدر انا ادوب فيه من السوليوت بيكونوا مسبل مع بعض يعني وانفيت اهيك انا حققت شفو عدتلكم تعريف لكوانتيتاتف وكواليتاتف فبيكونوا هدولا التو فيزز او حتى مش التو فيزز خلاني حكي التو سبستانسز اللي هو او السوليوشن مع السوليوت بيكونوا باكوليبريم ما بيكون يعني بمعنى اخر انه في عندي اكسس اممونت من السولفنت مش متفاعلة مع السوليوت او العكس او مثلا عندي زيادة فاعلة وصار في عندي أكسس فصار لهم مثلا طيب شو معنى انه انا في عندي مثلا لسه انه مثلا من السولفنت ما تفاعل مع السوليوت لسه فيه مجال يعني بقدر يتفاعل مع كمان من السوليوت لحد يوصل للساتشورشن معناته انا ما وصلت للساتشوريشن معناته انا سبستاتشوريتد سوليوتين او انساتشوريتد سوليوتين اللي هو السوليوتين اللي بيحتوي على تسوليوت انها كونسنتريشن بلو السا youngsters이 for complete saturation يعني انا تحت التركيز اللي بوصلني للساتوريشن فانا هون هاد المحلول غير بشبع معناتو لو ضفت عليه كمان سوليوت عادي رح يضلوا يستوعبوا لحل ما يوصل للساتوريشن اذا اضفنا التمبريتشر كل ياتهم على درجة حرارة بتكون واحدة لان لو غيرنا درجة حرارة رح تتغير عندي فاكترز تانين ومن ضمنهم السوليابيتي فممكن ان يكون ساتوريتد ويبطل او مثلا يكون انساتوريتد ويبطل يعني حسب شو المواد اللي انا بستخدمهم عنا السوبر ساتوريتيد بيكون عبارة هو عبارة عن سوليوشن كونتينينك مور وفاكت التمبريتشر ويرد اندي سوليوشن يعني انا عندي ساتوريشن كونتراشن مثلا لحد خمسة ميليجرام لو انا عندي هون سوليوشن كان عندي سوليوت وصت للساتة انا تعديت الساتوريشن لما انا اتعدي الساتوريتد فانا رح يصير في عندي كمية هذه الكمية ستكون لا تدوب جواهات السولبانت انا هنا وصلت فوق الاشباع فالسوليوت سيصير فيه الاكسس الهي الواحد سيصير لها يعني ستترسب جواهات المحلول فانا بعرف انه هذا المحلول عباره عن super saturated solution السولت زي الصوديوم ثيوسيلفيت والصوديوم اسيتيت هذول سيصير في درجات حرارة عالية سيكونوا عادي لو انا بردت الحرارة يعني قللت درجة الحرارة احنا منتوقع بشكل عام لو اي حدا نحكي له هايك او احنا حتى منفكر فيها اي حدا رح يخطر بباله الكريستاليزاشن انه رح يصير في عندي يتكون كريستالات من هذول السولت لان انا دوابته اه درجة الحرارة عالية بس لما اوضت درجة الحرارة ما رح يجبوا و رح يصير في عندي شي اسمه كريستاليزاشن بس لنينا انو هذول السولت هنهائي انه ثبيوب الغربين طبعا نحفظ لهم بهم السوديوم ثيوسيلفيت والصوديوم اسيتيت اي اه شو كان صار لهم فيلتوا كريستليز ما صار لهم كريستليزاشن شو السبب لانو اول اكولياي من السولت صار لها كريستاليزاشن اول واحدة لما قللنا درجة الحرارة كانت كتير سوليبل جوات هاد السولفنت فباقي السوليوت اللي صار عندي لما حتى برد ما راح يكون كريستالت حوالين هاي الاول دروب او اول نيكلياي لما قللت الحرارة تكونت لانها كانت سوليبل فما عملت كريستال فالباقيين ما عملوا كريستاليزيشن حواليها وتجمع وعملوا لي بريسيبيتاشن او عملوا لي كريستال جوات هاد السوليوشن هاي هون عندي السباب فبدأنا نحفظهم طيب السوليبلتي اكسبريشن كيف بدي اعبر انا عن السوليبلتي عندي اليو اس بي والان اف عرفولي السوليبلتي على انها هي عدد المليليتر اللي قادرين انهم يدوبوا واحد جرام من اي مادة طبعا شو هم اليو اس بي والان اف طبعا اجعلهم سؤال بالسكند اليو اس بي هي عبارة عن اليونايتد ستيتس فايرماكوبيا طبعا هذا مرجع انه نشوف فيه لا كل اشي مش بس السوليبلتي يعني وعننا الان اف اللي هو الناشنال فورميوليليتي هاد كتاب عنا بيكون فيه كمال حتى كيف نعمل بريباريشنز اه من اسمه او يعمل فورميوليشن للاشياء وبرضو مرجع بنشوف فيه كتير شغلات برضو غير حتى السوليبلتي عنا مثال لو جبنا احنا عنا واحد جرام من البوريك اسد بيحتاج لو بيحتاج 18 مل من الواتر عشان يدوب يعني بمان اخر يوصل للساتوريشن وعننا 18 مل برضو بالالكوهول وعننا اربع ملي باليكليسرين لو لو نحكي مثلا انه مي وين بيكون هو مور سوليبل باليكليسرين ولا بالالكوهول ولا بالواتر غلقة يعني وین بيينة وواضحة انه باين مايكون بالالكوهول والاكوهول لانه احتاج نفس الفوليوم طب اليكليسرين احتاج فوليوم اقل هل هو هيك مور سوليبل ولا يسوليبل اكيد direction لب zost Kalau More soliبل لي انا احتاجت كمية قليلة من السوليیبل cancer عشان اضوبه وهو highly soly y � fabricatee ивал على المواترweb l value more soli!!" than in waterawc 7.000 ніجل يكون عندنا بالليكليسرين فكل ما قال الفوليوم كل ما زادت soliability لانها بسرعة عمالها بتدوب من فوليوم قليل عماله بيدويبها فمعنته هي شو very soluble solubility is a quantitatively expressed in the term of نعبر عنها مشاكينا هي عبارة عن concentration لما نحكي احنا عبارة عن quantitative فممكن اننا نستخدم العديد من concentration expressions منهم molarity والmolality percentage multifraction وكل اللي حكينا عنهم ب chapter 1 طبعا هذا الجدول للحفظ انه كل كم بارت من المادة قديش بحتاج بارت من السوليوت عشان يدوبه ونحكي عنه solubile ولا insoluble ونقرر هذا الحكي مطلوب نحفظهم طبعا يعني مثلا انها very soluble انه مثلا كل بارت مثلا من السكر بتحتاج اقل بارت من المي عشان يدوب يعني بمعنى اخر كل جرام سكر بده اقل من واحد جرام مي عشان يدوب طبعا هو مش هيك بس يعني خلال نحكيه كمثال او مثلا كل واحد جرام سكر بحتاج من واحد لعشان يدوبه فمعنى هو وكل هاي الارقام حفظ برضو اجعل لهم سؤال بالسكند وطبعا هاي المادة الدخلة معانا بالفاينول جعلهم ثلاث علامات فممكن نيجي سؤال من اي مكان طيب نيجي نحكي عن السولفنت اللي بشكل عام المولدين بسوليوشنز اول نوع من السولفنت اللي رح نحكي عنه اللي هم البولر سولفنت وبالبداية قبل ما نحكي عن باقي الانواع السولفنت بدنا نخلي بالنا فكرة انه احنا دايما هاي القاعدة من كيمستري بنعرفها انه يعني لما انا بحكي عن بولر سولفنت معناته هو قادر انه يدوب اي سوليوت اللي بيكون بولر لما يكون السولفنت كل الان بولر بكل ما؟ نجي نحكي عن البولر بك اعتمد البولر ضل planned زي المي مثلا هي عبارة عن سولفنت ويكون بولر بتعتمد على شو بتعتمد على شغلتين عنا البولاريتي للسولفنت وعنا الابلتي اوف سوليوت تفورم هيدروجين بونتز عنا تو فاكتورز بيتمدوا عليكم اول فاكتور اللي هو البولاريتي انا لما بحكي اشي بولر الاشي البولر معناته في عنده شو معناته في عنده ديفرنس بالالكترونيغاتيفتي معناته في عنده دايبول مومنت دايبول مومنت هي الفرق ما بين البارشل مونت التي هي البارشل نيگاتف والبارشل بوزيتيف كل ما كانت عندي البارشل نيگاتف والبارشل بوزيتيف قيمهم كبيرة يعني الشحن السالي بكتير كبيرة عشان تكون يعني ماريف فل مارفت بالالت aprendiz فمعناته الочь yeah مومنت لدي اياها رح تكون عالية فهادا casually شو رح يععملن رح يخلي العمل رح يكون م� Eigشي المشمج يكون م مرتب لابه فأنا بزيد البولاريتي للسولفنت أكثر اللي هو المي يعني كلما كانت الاكتوجين نيجاتيب أكثر والهايدروجين بوزيتيف أكثر رح يكون هذا الاشي أحسن فهم هيك رح يكونوا مور بولار فبولار سولفنت ديزولف شو عنا الاينيكسوليوت و اخر بولار سبستانس لأنه حكينا شو اللايك ديزولف لايك الواتر مكسز ان او الالكوهول و ديزولف شوغر و اخر بوليهايدروكسي كمفاون برضو عنا الالكوهول والشوغر و عنا الوليهايدروكسي هاي عنا اول فاكتر بيتمد عليهم التباعت Bottom져 texted which is my تاني اشي عنا crystals تعمل هيدروجين بوق馬ش احنا و انا زادتهم معناته رح تصير حكينا الـ positive charge على الـ hydrogen تابعة المي رح تكون اكتر فمعناته بدها تعمل hydrogen bond طب بدها تعمل hydrogen bond مع مين؟ مع السوليوت فمعناته هاي احيها ثابتة تابعة السوليوت معنات السوليوت كلما كان بيعمل hydrogen bond رح يضوب جوات المي صح؟ عشان يتفاعل معاها فمعناته الفاكتر التاني اللي هو ability of solute to form hydrogen bonds طبعا هذا الـ effect بصغى على الـ effect تبع الـ dipole moment يعني بمعنى اخر هون عنا فيه مثالين اللي هم الـ nitrobenzine والـ phenol الـ nitrobenzine إلو dipole moment بهاي المقدار وعنا الـ phenol إلو dipole moment بهذا المقدار مين الـ dipole moment إلو اعلى؟ الـ nitrobenzine لو بنطلع بناء على الفاكتر الاول عنا كل ما زادت dipole moment كل ما زادت الـ polarity بس مين بيعمل hydrogen bonds أكتر؟ الـ phenol ولا الـ nitrobenzine؟ أكيد الـ phenol بيعمل hydrogen bonds أكتر فمعناته مين أكتر إلو solubility؟ الـ phenol ولا الـ nitrobenzine؟ الـ phenol مع إنه إلو dipole moment أقل بس مش أنهق لي لأنه بيعمل hydrogen bonds أكتر من الـ nitrobenzine رح يكون إلو solubility أعلى منه فهي أول إشي حكينا عن الـ polar solubents نخلي ببالنا إنه الـ lag dissolves like لعنا فيه هون عنا أمثلهم الـ ionic والـ polar الـ polyhydroxy والـ sugars والالكوهول هدولة رح يدوبوا جوات الـ water اللي هو الماء عبارة عن polar solubents وحكينا عن الفاكترز اللي هم الـ dipole moment تبعت السولبنت كل ما زادت كل ما زادت الـ solubility والـ hydrogen bonds نفس الإشي كل ما كان السوليوت بيعمل hydrogen bonds أكتر كل ما كان مور سوليبل بالـ polar solubents وطبعا تأثيرها بيطغى على تأثير الـ dipole moment طبعا هون الأرقام مش للحفظ بس المهم الفكرة لأنه مش شرط يجي بالامتحان مثال عنا بين الفينول و الـ nitrobenzine ممكن نجيب أمثل لتانية نكون عارفين مين منهم بيعمل hydrogen bond أكتر من الـ dipole moment أكتر وزي هيك واجه سؤال زي هيك على فكرة كمان بالـ second هاي عنا كومباونز رح يعملوا hydrogen bond مع الـ water يعني بمعنى آخر رح يكونوا سوليبل بالـ water يعني لدينا الـ alcohol حكينا عنه ولدينا الـ aldehyde والكيتون والأمين هاي عنا الـ water بيشتغل هون بكلياتهم عبارة عن hydrogen bond donor دو هاي في الموم انتبعت هازم تكون عالي عشان هون الـ partial positive تكون عالي وبتعمل hydrogen bond وبرضه الـ alcohol بيقدر يعمل hydrogen bond وعنده hydrogen bond acceptor اللي هي الـ oxygen وهون عندي الـ oxygen وهون برضه نفس الاشي هون عندنا الـ nitrogen رح تكون الـ acceptor بيعمل hydrogen bond هادو المركبات ممكن انهم يعملوا hydrogen bond مع المي يعني بيكونوا دايبين جوات المي كمان فاكتر عنا بالاضافة اللي حكيناهم قبل في عنا انه الـ acidic او basic character ما يعني الـ acidic او basic character يعني المادة تكون acid او base بغض انه مش بغض النظر انه مش على عكس انها تكون neutral يعني نقارن الـ acidic و basic character يعني versus neutral character يعني نقارنهم بمادة لحمد ولقاعدة لو جبناها هاي المادة وجبنا اشي يكون عندنا اصدك او basic وحطناهم جو بالـ solvent مين رح يكون الى solubility اعلى عنا اكيد الاسد او الـ base اكتر من الـ neutral ليه بسبب عندنا اللبس الـ electron donor او الـ acceptor سواء كانت اصد او base رح تكون لبس عندنا الـ electron donor او electron acceptor هذا الاشي شو رح يساعد رح يساعد عندنا يعمل تفاعلات ما بين هاي السوليط اللي انا ضفتها مع الـ solvent الموجود فهذا الاشي شو رح يعمل رح يزيد من solubility فمعناته مين solubile اكتر الاسد والـ base ولا الـ neutral اكيد الاسد او الـ base طيب اخر اشي عندنا اتوقعها عندنا اللي هو الـ structural feature الـ structural feature يعني انها تكون مثلا عندنا chain ولا تكون branched ولا شو الـ groups الموجودين عليها اللي هي عبارة عن الـ ratio ما بين الـ polar to non-polar groups in the molecule انه مثلا الـ molecules اللي عليهم بيكون اشياء بولر اكيد رح يكونوا more polar اللي عليهم groups يكونوا بولر اكيد اكتر من الـ groups اللي ما عليهم طيب بنيجي نحكي عندنا على اكتر من شغلة اول اشي عندنا straight chain كل ما كان عندنا chain اطول كل ما كانت الـ polarity شو رح تكون هون رح تكون زيادة كثير ولا قليلة رح تكون قليلة فمعناته شو رح تـ insolubility الـ polarity سوري اه لا صح رح تقل ليه لانا انا لما بزيد الـ chain انا بزيد hydrocarbons لما بزيد hydrocarbons هو عبارة عن non-polar فبتزيد الـ non-polar character وبتقل الـ polar character لما تقل الـ polarity لما انا بحطه polar solubant معناته شو الـ solubility رح تصير رح تقل ما رح يدوب فيه هيك يعني اه فاذا كان عندنا اكتر من اربع لخمس كربونات وكانت straight chain رح يصير شو رح يبطل سوليبل انه رح تصير شو رح يصير لانه رح يصير non-polar اكتر طيب لو زدت انا polar groups على الموليكيول سواء كان عندنا زي النميل عندنا الجليسيرين التارتريك اسيد من كمان الـ PG اللي هو اختصاره للـ propylene glycol هدولا الموليكيولز عليهم polar groups فعناتوا شو رح يكونوا هدولا رح يكونوا polar اكتر من الاشياء اللي بتكون بس hydrocarbons فهذا الاشي بزيد من الـ water solubility لهم اكتر لانهم صاروا شو polar الـ branching انا لما بقلل من straight chain مش بقلل منها انا فعليا غيرت شكلها فزيك اني زغرتها يعني قربتهم على بعض انا زدت الـ branching عليهم هذا الاشي رح يزيد من الـ water solubility ليش لانه رح يقلل من الـ non-polar effect اللي هو بتبع الـ hydrocarbons بقلل من تأثير الـ hydrocarbons اللي هم non-polar فأنا بزيد من الـ polar character لـ molecule فأنا بزيد الـ water solubility طبعا هاي هدول اللي عليهم polar groups اللي هي عبارة عن hydroxyl أو اللي عندنا الـ ketone functional group أو اللي هي الكربونيل حتى هاي هون في عندنا هاي الكاربوكسيليك أسد هاي فينول فينول كاربوكسيليك أسد هاي فينول كاربوكسيليك أسد هون كلهم عبارة عن hydroxyls مش فينول سري الفينول بتكون OH على البنزين كل ما زدنا احنا عندنا polar group زي OH أو اللي عندنا الكاربوكسيليك أسد انا هون بزيد الـ polar character وبزيد الـ water solubility هيك خلصنا حكي عن الـ polar solvent اللي هو زي الماء الـ non-polar solvents اللي هم عبارة عن hydrocarbons يعني هايدروجين وكربون كان ديسولفنا بالـ polar solvents حكينا like dissolves like خليها بالنا و with similar internal pressure through induced dipole interaction هون شو رح يكون في عندنا الروابط اللي رح تتشكل induced dipole مش هايدروجين بولز زي ما حكينا عنهم قبل بالـ polar solvents the solute molecules are kept in solution by week بيكون عندنا شو نوع التفاعلات اللي بيناتهم رح تكون عبارة عن فانديرفال والنوع من الفانديرفال والنوع من الفانديرفال ما رح يكون عندي رح يتكون اللي هو الـ london forces لدينا الامثلة عليهم لدينا الـ oils والفات لدينا الـ CCL4 البنزين والمنيرال اويل و برضو لدينا الالكالويد الباسيس انفاتي اسد كان ديسولف انشو بالـ non-polar solvents طبعا كل الامثلة للحفظ السمي بولر solvents يعني هم مش بولر ولا نن بولر يعني بالنص بيناتهم زي عندنا الكيتونز والالكول هدول شو بيكون الهم بيكون الهم شوي بالـ non-polar solvents يعني نص نص يعني لو حطناهم بـ non-polar solvents رح يكونوا شوي بولر شوي نن بولر طبعا زي كيف البنزين هو عبارة عن لو حطنا جوات الالكول الالكول عبارة عن شو عبارة عن بولر رح يكون المفروض انه يكون ما يدوب جواته لانه لانه non-polar بي بولر بس شو اله شوي رح يكون فيه شوية بولر كاركتر تخليه يدوب بشوي من الكحول برضو اكس as intermediate solvents to bring out ميسبل شو يعني انا جبت بولر و non-polar وحطيتهم مع بعض ما رح يكونوا ميسبل مع بعض بس اذا حطيت معهم كمان semi-polar solvents رح يكون عبارة عن انترميديد رح يكون زي كأنه وسيط بيناتهم فرح يخليهم يصيروا ميسبل ميسبل مع بعض هذا الجدول بيبين لي داي الكتريك كونستانت تبعت السولفنت كل ما نزلنا لتحت عمالها بتقل معناته السوليابيليتي بتقل هاي عنا السولية المناسب للووتر كل ما نزل لتحت عمالها بتقل داي الكتريك كونستانت اللي هي نفسه كأنه نتحدث عن داي بول مومنت اللي هي حكينا معناته بتقل البولاريتي معناته بتقل السوليابيليتي وطبعا هذا الجدول مش للحفظ لحد هون مادة اللي اندخلت معانا بالسكند من هذا الشابتر موسيقى